موسيقى اهنا وسلم بكم وعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم مؤسرا الحياة طبعا في البداية خالص عزائي لأهالي ليبيا الكرام الله يرحم موتاكم يا رب ويجعل مسوهم لجنة وربنا يعوضكم خير النهاردة طبعا موضوع حلقتنا هو مختلف شوية بنتكلم عن الأخشاب أنواع الأخشاب كتير جدا أنواع الأخشاب مالهاش حدود بالمعنى أصح كتير مننا ما يعرفش أنواع الأخشاب كتير مننا ما يعرفش الأخشاب بتستخدم في إيه وفي إيه طبعا احنا معنا النهاردة المهندس ميناء جمال أهلا وسلم أهلا بحضرتك شكرا جدا بشو عندي اسمينها أنا عاوزة في البداية كده أتعرف على شركة حضرتك وعلى حضرتك هي الشركة عندي مختصة في توريد وتصدير الفكهة والخضروات بس فيه سيكشن جديد إحنا اشتغلنا عليه اللي هو سيكشن خاص بأخشاب أشجار الفكهة اللي بتستخدم في حاجات كتير بقى في البور بيكيو في المندي في البريسكت اللي هي الاستخدامات الكتير اللي موجودة حاليا في المطاعم اللي ظاهر تمام حلو جدا خلينا برضو نتكلم عن أنواع الأخشاب بلقيها كتير جدا وإحنا ما نعرفهاش والأخشاب بتستخدم في حاجات كتير جدا وتخل في صناعة حاجات كتير جدا فخلينا خطوة خطوة نتعرف عن أنواع الأخشاب هو إحنا عندنا في مصر الأنواع يعني مش كتير قوي ولكن إحنا بنقدر نتميز في أشجار الموالح أشجار الفكهة أشجار الجزوارين وعندنا طبعا أشجار خليطة زي مثلا الفيكس والديدونية والكافور ودي كل حاجة لها استخدام تمام يعني كل أخشاب ولها استخدامها أه طبعا طب أنا كعميلة ما عرفش أنواع الأخشاب أنا شايفة ده خشب وده خشب هو ده خشب وده خشب بس إحنا في الشركة بتاعتنا إحنا قلنا إن إحنا نعمل عملية تركيز على الخامات بتاعت الخشب بمعنى إيه؟ إن إحنا نختص نعزل كل خامة لوحدة يعني مثلا لو عميل عاوز يشوي ده خامة معينة شجر الموالح مثلا ده بيستخدم في الاتجاب يريت يا جماعة بس تعرضوا الصور لإني إحنا بنتكلم عن أنواع فإحنا ما نعرفش الأنواع بمعنى أصح ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة تمام خلينا نتكلم عنها برضو لحد ما تجهز الصور ما فيش مشكلة إحنا عندنا الأنواع المتاحة أشجار الموالح ودي زي البرتقان واليوسفاندي واللمون أشجار الفاكهة زي المنجا والتفاح حلو والأشجار الخريطة وطبعا أشجار الجزولين تمام كل نوع بيدخل في صناعة شيء كل نوع بيستخدم لشيء معين تمام حلو يعني إحنا عندنا مثلا الخشب بيكون مصدر جيد للتدخين اللي هو بيطلع لي السموك الإفكت بتاع السموك فكل خشب بيدي تيست معين للأكل اللي بيستخدم فيه تمام يعني خشب الموالح مختلف تماما عن خشب الفاكهة برضو نعرفها نتعرف عليها أكثر اه تمام هوا دي مخازن المخازن اللي موجود فيها الخشب تمام الخشب بيبقى موجود في صورة الخام بتاعه وبيبدأ بعد كده بيجي للمواصفات من كل واحد يعني مثلا مطعم معين محتاج مواصفة معينة تمام فبنبدأ ان احنا نجهز المواصفة لعشان تكون مناسبة للمكان اللي هي رايحها تمام ممتاز فدي ده خشب مثلا فاكهة وده خشب موالح حالو عندنا برضو أخشاب اللي هي بتكون تحسها على شكل قلب دي هي هيا كتير قوي هوا احنا حاليا أنا يعني لقيت فيه جايلي عملة كتير بيحتاجوا أخشاب للديكور تمام يعني فيه ناس بتقول لي احنا محتاجين ندخل المخزن حالو فبلاقيهم طالعين بايتم زي كده كل ايتم بيبقى ليه شكل جمالي مم فبيستخدموه بقى بيرسمو عليه اللي بيعملوا بيه ترابيزات اللي بيعملوا بيه كراسي هي دي حاجة فراحتني لأن ده استخدام الخشب بالصورة الأولية إن احنا ما نحولهوش مثلا لفحم يعني ممكن نستخدمه استخدامات تانية لأن الفحم طبعا بيسبب مشاكل كتير جدا أكيد أكيد طبعا وعندك برضو الاشتعال في الأشجار أو بمعنى صح في الأخشاف كتير جدا منها تحط عليه مية بيزود النار مش بينتفي بسرعة بيزود النار علشان ده بيكون نسبة جفاف الخشب عالية جدا فطبعا المية بيبقى فيها أكسوجين فلما بتنزل على الأنسجة بتاعت الخشب فممكن أن هي تزوده طبعا تمام طيب احنا عايزين برضو نعرف حضرتك الشركة متاح جميع الأخشاب وأنواحها ولا في حاجات معينة لا احنا مختصين احنا اختصينا في أشجار الموالح تمام وأشجار الفكهة وأشجار الجزوارين وعملنا سيكشن اللي هو أشجار الخليطة اللي بتستخدم للتدفئة تمام فدي بتكون لو كوالتي عن الأخشاب التانية حالو طيب مواصفات الأخشاب الجيدة هي ايه؟ أو الأخشاب المتميزة عن غيرها نسبة الجفاف نسبة الجفاف أو لازم أنا أبدأ في البداية أن أنا أعالج الأخشاب بعد ما أوصل بالعلاج بتاعها بابدأ أن أنا أخزنها وعرضها لمعاملات أن أنا أوصل بيها لنسبة الجفاف تكون 100% حالو فبمجرد وصولي لنسبة 100% للجفاف يبقى أنا كده نجحت نجحت في إيه بقى؟ في أن اللي هيستخدم الخشب هيحصل على أفضل إفكت للسموك تمام ودي حاجة مش موجودة لأن النسبة تستعجل في بيع الخشب الخشب اللي بيكون فيه نسبة مية اللي هي أنا عندي خشب تقيل خشب تقيل دي مش حاجة أنا عندي خشب تقيل لا دي مش حاجة كويسة الخشب كل مكان خفيف كل المية اللي جواه خرجت فبيديني الإفكت بتاع السموك وبيوصل للأكل الحاجة اللي أنا بعملها لكن الخشب اللي بيكون فيه مية الدخان اللي طالع منه ما بيأسرش ما بيمتصوش الأكل فبيكون مضر مش بيكون مفيدة مش بيكون صحي بمعنة صحي ببور الطعام طيب أنا عشان أخزن خشب أو أي شركة عايزة تخزن خشب تغل من خضرات تخزن تخزن تمام زي تقدر تخزنه التخزين الصحيح التخزين الصحيح هو بيجي لي المواصفة بتاعته الأول هو بيقول لي أنا محتاج شكاير معينة تقطيعات معينة أشكال معينة فببدأ أن أنا أنفز له الشغل بتاعه هو مش هيعمل أي حاجة غير أنه هو يحط الخام في المخازن بتاعته لأن الخام already يعني متعالج ومعموله كل العمليات الحيوية لأنه هو ما يحصلوش أي حاجة مع الزمن تمام طيب أنا كآية أنا لو شفت خشب ولا لو جبتلي ده زي ده ما عرفش هقولك ده زي ده ما هو نفس النور وهو نفس الشكل وهو نفس التست إحنا ممكن ناخد خشبة صغيرة من الخشب ده ونبدأ أن إحنا نعمل لها إشعال لو طلعت كمية الدخين كتيرة جدا يبقى ده خشب فيه مية وكمان حاجة تانية لما أمسك الخشبة نفسها لها تقيلة فده لسه مقطوعة يعني مفرحش بالخشبة اللي لقيها تبقى الخفيف هو اللي بيكون جودته أفضل والتكزين بتاعه أفضل بيكون بريميوم يبقى هو كده وصل لأعلى درجة من الجفاف يقدر يعيش بقى مدى العسنين كتير ممتاز طيب عشان أتواصل مع حضرتك خلينا برضو نسيب موضوع التواصل دلوقتي أنا عندي مطعم هل متاح أن أنت تبقى للمطعم بتاعي ولا شركات فقط لا دير احنا بنتعمل مع كل الناس مع كل الناس يعني المطاعم أحيانا بيتصلوا بينا فببعت مندوب من الشركة المندوب بيروح يعرف المواصفة اللي محتاجها المطعم وبعد كده ببعت له عينت بيبدأ يشتغل بيها وبعد كده بمضي معاه عقد العقد ده لمدة سنة مثلا أو سنتين يعني في قد طبعا طب جميل جدا منتاز نسى أقول لك الضمان لأننا شايف حاجة مجرد على صورة لا بيبقى فيه ضمان وبيبقى فيه شروط بنلتزم بيها أن احنا نفضل من أول السنة لغاية آخرها نقدر أن احنا نغطي المواصفات والكميات المطلوبة حلو برضو ده اللي بميز حضرتك عن غيرك هو فيه حاجة تانية يعني أغلب الناس اللي شغالة في الأخشاب بتشتغل في الأخشاب خليط يعني بيحط موالح على جزورين على فكهة لكن أنا درست الموضوع شوية فلاقيت أن لأ أنا لازم أفصل ما بين كل نوع ونوع لا أكتب فكرة جديدة معنا صح خارج السندوق الناس كلها أغلب أنا ظهر قدامي أنا ظهر قدامي كمية أخشاب كتير جدا تمام فلاقيت أن أغلب الناس اللي عايزة تشتغل فيها هم تجار الفحم فتجار الفحم بيسحبوا كمية الخشب ده ويشتغلوا بيها يعملوا بيها فحم فأنا فكرت إيه الحاجة اللي أنا أقدر أستخدم بيها الخشب كحاجة أولية للخشب فلاقيت أن دي تأنسب فكرة حلو جدا الخبرة في كل حاجة لازم تكون موجودة أكيد فخلينا نتكلم عن خبرة حضرتك بقالك كم سنة في المجال أنا بقالي سنتين سنتين في المجال سنتين بس يعني بدأت أن أنا أسأل خشاب بدأت من الخشاب بدأت أسأله قلت له إيه الأنوع إيه الحاجات اللي أنا أقدر أخذينها إيه الفرق تعمل بمعنى أصح السرش على كل حاجة قبل ما تبدأ بالزبط وبعد كده بدأت أن أنا أروح للمطاعم والشركات أفهم كل مواحد محتاج مواصفة إيه كل واحد بيشتغل في خام إيه وبدأت أن أنا أعمل ربط ما بين الخشاب وما بين المطاعم والشركات إن إحنا نعمل شركة الشركة دي تقدر توصل الخام ده للشركات والمطاعم بأفضل جودة وبأعلى مواصفة طب ممتاز جدا برضو نتكلم عن موضوع التوصيل بيتم إزاي وحساب أهم حاجة العامل دايما بيقلق من فكرة الحساب دي طبعا لو إحنا مضيين عقد مع المطعم أو الشركة فما فيش مشكلة لإن إحنا فيه شروط وفيه حاجات كتير لكن أحيانا بيظهر لنا مطاعم في مطاعم مثلا زهرة جديدة زي البيتزا النابولي اللي هي عبارة عن أفران دائرية بيستخدموا فيها شونك كده شونك ده اللي هو قطع صغيرة من الخشب علشان ياخدوا الإفكت بتاع السموك للفطايا وللبيتزا فهما بيبقوا طالبين مثلا عربية تن أو تنين تن يعني مش كميات كبيرة فده إحنا بنبعث الخشب وهم بيشوفوه وبيبدأ العمال عندي ينزلوه في المخازن بتاعتهم ولما بتأكد أن العميل موافق تماما على جودة الخشب بابدأ بعد كده أقول له السعر بتاعه بيبعثي السعر كعميلة مش أخد حاجة على الفيسبوك أنا إشرفني لا أنا مش بياخد الفلوس غير لما الحاجة بتوصل الأردارات فيسبوك أو أردارات أولاين دي بتقلق جدا أكيد فأنا بدفع مبالغ في حاجة كبيرة برضو مش وعش أقدر أن أنا أجي مكان حضرتك وعين الشيء ما فيش أي مشكلة عندي المخازن موجودة في مزرعة الدكتور جميل مزارع وإن شاء الله في الفترة اللي جاية أنا حبيب أن أنا أفتح ستور يكون موجود في القاهرة وفي اسكندرية وبيبقى موجود فيه أغلب العينات بحيث أن لو حد يعني حب أنه ياخد كيل واحد طب ممتاز جميل يقدر من خلال الستور نفسه يسحبه لكن أنا دلوقتي أقل كمية مثلا عن طريق الباج اللي هو الشكارة الشكارة هي دي أقل كمية قادر عملها عن طريق أن أنا بحدد الإريا اللي مطلوب فيها وعربية الشركة بتنزل كخط سير توزع على الناس اللي قرب متاح كل المحافظات وكل الأماكن أو طبعا كل الأماكن طيب خلينا نتكلم برضو فكرة الأوقات الوقت بيحكم الناس كتير جدا فحضرتك الوقت اللي اتفاق أنا اتفاقتي معك خلاص وكل حاجة تمام مجرد ما يوصل الأردل أو يوصل للحاجة لأنا طلبتها بتوصل في خلال قدقية سواء خارج القاهرة أو في القاهرة هو الكمية لو من طن لتنين طن أنا عندي العمال اللي عندي الخشبين والعمال هم بصراحة كتيم ممتازين جدا فبيقدروا أن هم ينفذوا لي المواصفة في خلال يوم يعني ممكن لو الأردل الطلب الصبح يكون بالليل موجود في المكان اللي طلبتها ممتاز والله يعني كل التحية ليهم لا جميل جدا لأن احنا عندنا ستوك كبير جدا من الأخشاب وواصلين به للكواليتي عالي جدا فجاهزين لأي أردل وبأي وزن ممتاز جدا لا استناني بعد شهر ده أنا عندي ضغط شغل لا لا فيش الكلام لا لا الكلام ده نسمحها كتير لا 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 جاهزين ضغط شغل دي جاهزين طيب ممتاز جدا المواقع كتير جدا بيكون عندهم مواقع في الصحراء وكان مباني حاجات زي دي فعشان أنا أدفأ أو التدفئة تمام أين هو الأخشاب اللي أنا بأخذها من حضرتك بيكلمني شركات كتير بيبع عندهم مواقع في صحراء فعلا وبيطلبوا أخشاب فطبعا أنا حرام جدا أقول له مثلا تاخد خشب بريميوم قوي يعني حاجة تكون كواليتي بتاعه عالي جدا ويستخدم في التدفئة كده كده هتعمل له تدفئة فبرشح له أن فيه أخشاب خليط طبعا الأخشاب الخليط دي بيكون نسبة الميا فيها كبير شوية يعني كتيرة شوية فأحنا الهدف منها أنها تدي طاقة حرارية فببدأ أن أنا أقول له بدل ما تدفع في خشب عالي يعني حاجة بريميوم عالية لا ناخد حاجة له كواليتي وفي نفس الوقت تنفذ لك الحاجة اللي أنت عاوزها يعني أنا بديك الحاجة اللي تناسبك بمعنى أصح بدي كل واحد الحاجة اللي تناسبه لأن عالم الأخشاب ده كبير جدا أكيد فاللي بيساعدني أن هو يقول لي أنا محتاج الخشب في إيه بقدر أن أنا أختار له أفضل مواصفة وأفضل سعر تدي له أعلى كواليتي عنده يعني هو بيجي يقول لك أنا محتاجه مثلا في أساس منازل أو محتاجه أن أنا أعمله للتدفئة أو لمطعم فبترشح له إيه النوع اللي ينفع ليه برشح له كل حاجة لها نوع ينفع أن هو يشتغل في السكشن بتاعه حلو طيب هنتكلم برضو عن جانب المشاكل مشاكل التخزين كتير جدا فخليني نتكلم عن مشاكل التخزين إزاي قدر حلها يعني أنا جبت كمية كبيرة جدا ودفعت من بالك كتير جدا بس عندي سوء تخزين فهل ليه حل ولا بتقبخ خلاص جدا لا هو لو حصل إصابة في الأخشاب فدي ما لهاش حل ما لهاش حل ما لهاش حل وده طبعا نتيجة قلة الوعي اللي موجود يعني الناس برضو عايشة أن الخشب اتقطع نتيجة العمليات الحيوية اللي بتتم في الأرض اتقطع ده إحنا نحوله الفحم بدون أي تفكير فعلا إحنا ممكن نبيع آيتم واحد كديكور ويكون أفضل بكتير من الفحم بس الناس ما عندهاش الوعي ده فإحنا لما ركزنا في الحاجة دي لقينا أن إحنا لازم نعالج الخشب فلما وصلنا لفكرة المعالجة نقدر نخزن الخشب لعني نقول عشرات السنين تمام جزار أو جزار الجزار الأشجار دي لقب ألوه لحضرتك آه ده في ناس كتير جدا أنك مش بترحم أي شجرة مانا أصلا آه قالوا لي أنت سفاح الأشجار سفاح قالوا لي أنت سفاح الأشجار بس هو يعني وبيتكلمه يعني عاملوني معاملة أن أنا قاتل آه إنت إزاي آه إني شجرة بتقتله تبتشوف أي شجرة أنت بتقضي عليها أنت بتكسرها الموضوع مختلف تماما يعني إحنا دلوقتي في القسم الزراعي في عمليات اسمها عمليات التقليم دي بتتم للأشجار وعمليات التطعيم بتتم للأشجار ده بيتم اقتطاع جزء كبير من الخشب فإحنا بقينا ناخد الكميات دي بدل ما تتحول يعني أن تستخدم استخدام سيء اللي هو في صورة حرق بقى أو أنه هو يستخدم كفح بالعكس إحنا بنحط الخشب في مكانه الصح إن إحنا نرجع للطبيعة ما نحولش حاجة ونسبب مشكلة لا أقوم بتغيير الفكرة أنت حرق غيرت الفكرة تماما يعني إحنا اللي نعرفه أخشب عادية جدا أي خشب بولع فيه بس دلوقتي حاجة بتقول لا فيه أنواع ما ينفعش أو طبعا ده كل نوع ليه تيست معين في الأكل يعني في مطاعم البرسكت بتطلب نوع معين من الخشب علشان بيديله الإفكت بتاع السموك اللي هو عايزه ممتاز وبيرفض أنواع تانية بيقول لي لأ ده بالنسبة لي نسبة التدخين بتاعته هارد شوية يعني عالية جدا فده بقى بنقدر إن إحنا نوجهه لمطاعم المندي اللي هما بيستخدموا التسويع عن طريق الدخان نفسه تمام طيب اتكلمنا عن مشاكل التخزين خليني نتكلم عن مشاكل لوجهة أستاذ مينا جميل مشاكل كتير جدا إزاي قدرت تتوجهها إزاي قدرت تتحل لها برضو هي المشاكل اللي قبلتني في البداية المعلومات كان الناس عندها فقر في المعلومات يعني أنا لما أتكلم مع شخص أقول له أنا محتاج أعرف ده إزاي أعمل المعالجة للخشب بحيث أنه يقعد معايا فيقول لي لا أعرفش معرفش فبدأت ألجأ هو بايع الخشب هو بايع الخشب فيقول لي لا أعرفش فبدأت ألجأ لدكاترة في كليات الزراعة فوصلت لمعالجة بتتعامل بمجرد قطع الخشب من الشجر بيتم معالجة معينة المعالجة دي بتقدر إن هي تعيشه سنين قدام من غير ما يحصل له أي ترتيب أو أي إصابات من سوسة بقى أو حاجات حشرية طب حلو أنت مجرد ما دخلت في المشروع أو دخلت في الشركة إنك تأسس شركة ما قلت إن شاء الله أأسس شركة وخلاص وعمل أخشب وخلاص لا أعمل تسيرش وأعت تسأل ده وده ده جمل جدا طبعا وبعدين إحنا ما كانش برضو ده سيكشن أساسي إحنا كان السيكشن الأساسي بتاعنا كوريد فاكهة وخضار للمصدرين والمحطات التصدير اللي هي الحاجات دي كلها بس إحنا قلنا إن السيكشن ده ظهر قدامي كم كبير من الخشب فقلت لأ إحنا ممكن نوجهه بصورة تانية ونستفيد كبزنس جديد أو كسيكشن جديد للشوق طيب التمييزات أول بميز حضرتك إحنا الشركات موجودة كتير جدا في السوق المصري إحنا اللي بميز حضرتك عن أي شركة تانية التخصص التخصص أنا بقول أنا مش بشتغل في كل أنواع الأخشاب أنا بشتغل في الأخشاب اللي بتتارجت الشغل اللي هم عايزينه يعني بتارجت مثلا مطاعم بتارجت مواقع وعندي حتة العزل دي مش موجودة برا الناس كلها بتبيع الأخشاب كصورة خليطة لكن أنا بوفر الخشب كموالح موالح فكهة فكهة كل حاجة لوحدها كل حاجة لوحدها وكل حاجة بتتقسم لدرجات كاكوالاتي يعني فأنا بحط قدام العميل المصداقية في النقطة دي أكيد أنت أنا مجور الماجئة أنا مش عارفة حاجة أنت بتبتدي تعرفني ده إيه وده إيه وده إيه وتبتدي تفهمني ده بيستطنع في إيه وفي إيه المتاح عندي وكل حاجة بيكون لها سعر تبتديني وعي بمعناء صح؟ بالضبط وبقوله دي كذا ودي بكذا فما ينفعش أن أنا أخلط الاتنين على بعض وبعهملك بسعر كبير جدا فالحمد لله أن إحنا وصلين أن إحنا نعمل حتة التخصص في الخشب بتاعنا وكل حاجة معزولة ولو الطلب مني أردر أنا محتاج نص الكمية ونص الكمية بنفذ على حسب المواصفة اللي هي بتناسب العميل طيب برضو من جانب مصاريف أو الدفع بيتم إزاي هو جانب مصاريف الشحن؟ هل على حضرتك ولا على عميل ولا إيه بالضبط؟ هو طبعا أنا بيجيلي يعني فيه أردرات كتير بتيجي مثلا ممكن واحد يتكلم في عشرة كيلو فعشرة كيلو أنا ما أقدرش أن أنا أتحمل تكلفة النقل اللي أنا أوصله مثلا أكيد لعشرة كيلو لكن الكميات الكبيرة أنا عندي المطاعم لو أنا ماضي معاها عقد خمسين في المية مثلا في الشحن إحنا بنقول خمسين في المية عليها وخمسين في المية عليك أو توتل مية في المية عليها على حسب الكمية اللي هو بيسحبها في الإسجوع على حسب الكمية بتتديله الهدية بمعنى أصح لها مصرر الشحن بالضبط آه طبعا طيب نتكنم برضو عن حضرتك شوية الشركة اللي بميزها وقولنا أنه هي بتكون عندها مصدقية طيب عشان نتعامل مع أي شركة أتعامل معها بناء عني أو تعامل معها إزاي؟ أطلب أن يجي لك مندوب بعينة من العينات بتاعت الحاجة اللي أنت طالبها دي نصيحة حريك لأي عميل عاوزي تتعامل أه طبعا أنا أوصله المندوب لو قال لي فين إحنا وصلنا شغل لشرم الشيخ طبعا إحنا مكاننا في البحيرة وصلنا شغل للشرم الشيخ ووصلنا شغل في الضبعة يعني من الشرق للغرب وفي مطروح فإحنا علشان نفضل مع الشخص ده مكملين أنا بعتله مندوب طبعا المندوب وصل عنده بعينات وبدأ أن هو يعمل تستينج للعينات كانت مناسبة معاه أوكي أطلب لو مش مناسبة معاهك ما فيش مشكلة بس صاحب أقول أن أنا أودي مندوب بالحاجة وبعد كده أشوف إذا كانت مناسبة أو أنا مش مناسبة أنا حابب أن الموضوع يكون فيه تخصص أكتر أنا مش ببص حاليا في الكربح يعني مش بتربح من وراء الموضوع ده يعني مش بطلب فلوس فضيعة زي الناس اللي بتطلب في السيكشن ده يعني بس أنا حابب أن كل حاجة تتحط في مكانها حالو ممتاز فعلشان كده مفيش مشكلة أن أنا أتحمل أنا المندوب بتاعي أنه هو يروح ويشوف المكان ويعرف المواصفة المظبوطة ويسيب عينة كمان وبعد كده ينتظر لو فيه أوردر أوكي ما فيش أوردر ما فيش مشكلة طيب عشان أوصل لحضرتك كتير جدا ما يعرفش شركة حضرتك فعشان أوصل لحضرتك أوصل لك من خلال أرقام التليفون ولا أوصل لك إزاي هو فيه أرقام تليفون وفيه بيج على الفيسبوك البيج دي عليها تيم التيم بيكون متخصص في الرد على الرسائل تمام وطبعا الأرقام موجودة بنقدر أنه إحنا طبعا كل حاجة بتتعرض معنا على الشاشة دلوقتي نحاب يتواصل يتواصل خلينا برضو نتكلم عن جانب الموهبة حضرتك طبعا قلتني أن أنت شاركت في التمثيل وشاركت في المصرح وعاجات جميلة كده أكيد كل واحد جانب الشغل بكل موهبة فالكلام من عشر سنين الكلام من عشر سنين كان لي كان يعني كان فيه موهبة التمثيل وشوية الإخراج فاشتغلت في مسلسل كان في مسلسل فنان مصطفى شعبان كان لي مشاهد مع الفنان عزة أبعوف فدي كانت التجربة الأولى بس طبعا في المصرح أنا اشتغلت مسرح كتير جدا ولكن بقى البيزنس أخذ كل الوقت طبعا يعني بنضحي بحاجة عشان حاجة اه طبعا البيزنس لما بياخد الوقت كله ما فيش وقت لأي بس طبعا الواحد نفسه يعني أن يبقى يرجع تاني بس ما فيش وقت للأسف لا ليه يعني راتب أمورك ربنا يسر خليني اتكلم عن الوقت الوقت حضرتك إزاي بتقدر ترتب وقتك يعني العمال أي عميل عاوز له يقف على دماغه أي شغل كده عاوز اللي قوله اعمل دي وعمل دي فحضرتك إزاي بتقدر بانت ترتب وقتك كله هو أنا ما بشتغلش بفكرة المدير شوية أنا بفتكر إن إحنا يا جماعة تيم مع بعض إحنا يعني الهدف الأساسي بتاعنا إن إحنا ننجح البيزنس بتاعنا تمام فأحيانا بيبقى طبعا فيه ظروف لكل واحد فلازم إن إحنا نفضل الشغل بتاعنا الأول نخلي يعني رقم مواخد دي شركتكم منتم نجحها من نجاحكم بمعنى أصلا بالضبط والعميء اللي عامل قصدي عاوز اللي عامله كأنه هو صاحب الشركة إنك ده مكانك هو فعلا العامل أو الموظف هو الوحيد اللي بيقعد فترة أكتر من صاحب العمل نفسه ده فعلا يعني هو بيبقى عنده ولاء للمكان أكتر كمان من صاحب العمل لأنه بيقضي فيها نسبة كبيرة جدا من وقته يعني دي حاجة حقيقية يعني طب عاوزين بقى كلمة شكر تحب توجهني هو أنا طبعا يعني أنا حابة بشكر ناس كتير جدا يعني أنا التيم بتاعي كبير جدا فمش حقدر أقول أسماء لكن أنا بشكرهم جدا على أن هم فعلا يعني ناس مميزة جدا وبيعملوا الحاجة من قلبهم وأنا بضغط عليهم يعني معلش يسمحوني بس عشان الشغل بس أحب أشكرهم جدا وإن شاء الله دي تعبوا مع حضرك جدا وقت كبير جدا بيهضوا في الشغل وطبعا صناعة الأخشاب عاوزة دماغ فاضية بمعنى أصحب ومجهودة عضلي ومجهودة عضلي لا هي حاجة صعبة خلينا برضو حضرك نتكلم عن حبك للمجال إيه لحبك في المجال الأخشاب؟ إن مفيش منافسة عليه كتير يعني مفيش ناس كتير شغالة في المجال ده بالطريقة دي تمام لا وحضرتك حركت برا السندوق مش مجرب بتقطع أخشاب وببحها بالزبط يعني إنت بتخزين تخزين كويس ودخلت في المنتجات تانية أغلب الموردين بتوع الأخشاب بيوجهوا الخشب لصناعة الفحم أو صناعات تانية مش الصورة بتاعة المطاعم المتخصصة والمواقع بتاعة الإنشاء طبعا شرفتني ونورتني متشاكر جدا وصناعة الأخشاب صناعة جميلة جدا وعالم بمعنى أصحب عالم طبعا أكيد شرفتني حضرت متشاكر جدا يا رب طبعا السادة مشاهدين يكونوا استفادوا النهاردة من حلقتنا ربنا أخذي النهاردة هي صناعة الأخشاب استنونا في كل جديد من برناماتكم أسرار الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر